سؤالي الأول لك هو المنتخب الأرجنطيني المنتخب الأرجنطيني نعشقه هنا في مصر كما يعشقه العالم كلك الجميع يعشق المنتخب الأرجنطيني ونجوم تاريخيين في المنتخب الأرجنطيني بس بداية كده أحب أذكر الناس بالنجوم العظيمة لشركتك في الملعب مع المنتخب الأرجنطيني وذكرياتك مع المنتخب الأرجنطيني قبل ما نخش على موضوعات حالية في كل العالم فيما يخص الكرة العالمية لا يوجد مشكلة في الحقيقة أن ارتداء الفانيلة المنتخب الأرجنتيني هذا أفضل ما قد يحدث لي في التاريخ كأس العالم 1978 كان بطولة كبيرة للمنتخب الأرجنتيني وأكيد بطولة تحمل معها العديد من الزكريات أبرزها طبعا حصولك على هدافة هذه البطولة ماذا تتذكر من هذه البطولة العظيمة للمنتخب الأرجنتيني كان لدي حظ كبير أن أكون الهداف وتم اختيار أحسن لعيب العالم من خلال هذه البطولة وأنا كنت سعيد جدا بهذا اللقب وهذا الإنجاز الذي حققته في الوقت الحالي المنتخب الأرجنتيني لا يمر بأعظم الأحوال رغم فوزه ببطولة كوبا أمريكا مؤخرا ولكن هو المنتخب الذي عشقه الجماهير أو زلت عشقه الجماهير على مر التاريخ ليس هو المنتخب الذي كان به لعبين عظماء الآن نتحدث عن لعب كبير هو ليونيل ميسي وبعض اللعبين بجواره في المنتخب الأرجنتيني وليس الكثير من النجوم حقيقة أن المنتخب الأرجنتيني اليوم أنه في حالة تغيير عام يمر به يخشى الناس تقدم العمر بليونيل ميسي وأعتقد أن هذا المنتخب ممكن أن يسبب الفرحة كبيرة للأرجنتينيين في جيلك العظيم كان هناك لاعب عظيم وأسطوري وتاريخي هو دييجو أرماندو مارادونا ما تذكر فيه أو ما هي ذكرياتك مع هذا الأسطورة الكبير في تاريخ كرة القدم بالتأكيد كنا زملاء في المنديال في نفس المنتخب ومن بعدها لم ألعب معه بعد ذلك ولكن أنا أعطاك أنه كان أفضل لعب في تلك الحكبة وقد برت هذه الحكبة في تلك الحكبة فقط ولا على مر التاريخ عندما كان دييجو في أعتقد فعلا أن دييجو أيامها كان من أفضل لعب العالم أي النجوم حاليا تتوقع أن هم يبقوا مستقبل للمنتخب الأرجنتيني بعد ليونيل ميسي اللي يتقدم به العمر يوما بعد يوم في الحقيقة أنا أعتقد أن أأمل أن لا نعتمد على لعب فقط ولكن نريد أن نعتمد على كثير من اللعيب وهذا يعطي قيمة للفرير الأرجنتيني لا نعتمد على لعب فقط ولكن نريد أن نعتمد على الفريق ككل المنتخب الأرجنتيني الآن تتوقع أنه جاهز لكأس العالم 2022 قادر على الفوز بهذه البطولة ولا لا يملك حاليا النجوم أو اللاعبين أو الجهاز الفني اللي ممكن يعهله أن يفوز بهذه البطولة لا أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني لديه منتخب عظيم وليه اللاعبين جيدين جدا أعتقد حتى لو ميسي تخلف عنها أو لم يكن في المنتخب ولكن لدينا الآن فريق معد جيدا باللعب وبالتالي الأفضل إذا كان هناك ميسي سيكونه الأفضل حالته هل ترى أن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة أضر باللاعب أضر طبعا ببرشلونة ده شيء مؤكد ولكن هل أضر أيضا بليونيل ميسي أنا أعتقد نعم أنهم الأتنين تم لضر بهم لأن برشلونة ديسبوس بعد مغادرة ميسي لم يكن هذه البرشلونة لازم يعلم أنه برشلونة دايما يفوز وميسي في الباريس سان جرمان وهو ينقصه الكثير ينقصه أن يجد نفسه وينقصه أن يجد الحماس والشرارة التي تجعله يلعب أفضل حالته